في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لجميع الخلق إلا الاثنين يا ترى من هما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة النصف من شعبان عطاء كبير جدا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ففي الحديث الحسن الذي حسنه كثير من العلماء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن الهدية اللي ربنا بيديها للنبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في ليلة النصف من شعبان المبارك المغفرة التي نسعى لها جميعاً كل واحد فينا هم في هذه الدنيا أن يغفر الله عز وجل جميع زلاته وجميع معاصيه ولا يوجد بشر على وجه الأرض لا يخطئ ولا يعص الله سبحانه وتعالى كل همنا أن ربنا يغفر لنا لكن في ليلة النصف من شعبان الهدية الكبيرة أن ربنا بيغفر لجميع الخلق إلا لاتنين خل بالك أوعد كون واحد منهم إلا لمشرك لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما الثاني وهو المشاحن المشاحن المخاصم الذي يملأ قلبه بالشحناء والبغضاء والكراهية والخصام مع الناس والبعد عن الناس لا يلقي عليهم السلام ولا يتعامل معهم بحب وود ورحمة كما أمر الإسلام فتكون نتيجته أنه لا يغفر له في هذه الليلة المباركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم مهما كان سبب الخصام مهما كان سبب الشحناء مهما كان سبب البغض والكراهية اللي بين الناس هل تستحق إن احنا نحرم ونحرم أنفسنا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن مغفرة الله عز وجل في هذه الليلة فرصة وإحنا دخلين على ليلة الخامس عشر من شهر شعبان إن احنا نراجع نفسنا كل زوج يراجع علاقته بزوجته كل زوجة مخصمة لزوجها تراجع علاقتها مع زوجها كل أب وأبناء يراجع علاقتهم مع بعض كل صاحب وصحبه كل فتاة وصحبتها راجع علاقتكم مع بعضكم وحسنوها بسرعة أبل ما تفوت الفرصة الكبيرة ليلة المغفرة ليلة النصف من شعبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كن خيرهما وابدأ بالصلح والصلح خير وابدأ بالسلام لكي يغفر الله عز وجل لك في ليلة النصف من شعبان والسلام